وصل مختار توريم منذ تسع سنوات إلى المغرب حيث تمكن العام الماضي من الحصول على تصريح بالإقامة القانونية بعد سنوات من العيش من دون أوراق ثبوتية واليوم يملك مختار محلاً صغيراً لإصلاح المعدات المنزلية في إسقاق أحد الأحياء الشعبية في العاصمة الرباط ما يتيح له الاندماج في المجتمع المغربي مضت أربعة أشهر على امتلاك المحل يمكن من القول الآن إن هذا يكفيني فأنا أستطيع تحمل تكاليف المتجر ومنزلي حتى ولو أني لا أملك الكثير من المال فأنا أقول لنفسي إنها البداية ومع مرور الوقت الناس ستعرفني أكثر ولطالما كان المغرب محطة للمهاجرين إلى أوروبا ولكن مع تشديد الرقابة على طرق العبور أصبح في السنوات الأخيرة بلد استقبال لأكثر من 30 ألف مهاجر وقامت الرباط هذا العام ردا على الانتقادات اللاذعة للمنظمات غير الحكومية بانتهاك حقوق المهاجرين بإطلاق سياسة جديدة للهجرة لتسوية الوضعية القانونية للاجئين وقد منحت اللجان المختصة في دراسة طلبات التسوية أربعة ألف وثلاثمائة وخمس وثمانين بطاقة حتى نهاية تشرين الأول أكتوبر مقابل أكثر من عشرين ألف ملف تم وضعه لدى السلطات أن يبدأ بلد في الجنوب عملية كهذه بالنسبة لي هو أمر مرض نحن فقط في البداية هذا لا يعني أنه إذا كان لدينا أوراق فعملية الإدراج في المجتمع ستتم بعصا سحرية أما سارجي جناكو فقد وصل إلى المغرب منذ خمس سنوات وهو اليوم يعطي دروسا في الفرنسية لإعالة عائلته وابنها الذي يبلغ من العمر شهرا واحدا بعدما كان محاضرا جامعيا في ساحل العاج حيث يرى أن الأمور تحسنت كثيرا بالنسبة له في البداية كان من الصعب على المهاجرين طلب العلاج وكان أيضا من الصعب على الأطفال المهاجرين الدخول إلى المدرسة اليوم نشعر بأن هناك تغييرا ولا يعني الحصول على تصريح إقامة في المغرب أن الأمور أصبحت سهلة للمهاجر الذي غالبا ما تكون العلاقة بينه وبين المجتمعات المحلية متوترة ففي آب أغسطس الماضي مات شئب سينيجالي في اشتباكات عنيفة بين مهاجرين وسكان أحد الأحياء الشعبية في مدينة طنجة الشمالية حيث لا يزال حلم الوصول إلى أوروبا يراود معظم هؤلاء اللاجئين الذين يأملون في ترك المغرب واقتصاده الهش بمعدل بطالة بين الشباب يصل إلى 30% ترجمة نانسي قنقر